عبد العزيز كان يتحدث عن الأطفال يمكنوا التعامل مع أجهزة الجوال أو أجهزة ذكية يعني بصراحة يمكن الأطفال أمانة في عنق كل أب وأم حتى ممكن أنت كأخ مثلاً ممكن تكون أخ أو أخت كبير للأطفال نتيجة إقبال الأطفال على استخدام الأجهزة يعني بشكل كبير لدرجة أنهم يعني ممكن يصيرون يصهرون حتى الأطفال يعني بسبب استخدام تلك الأجهزة صار بعض الأباء أو حتى من الأخوة الكبار يستخدمون الطريقة التقليدية في التوجيه الشفوي لأبنائهم يعني مثلاً الطريقة هذه يمكن لها ما صارت مجدية بعد انتشارها لأجهزة بشكل كبير ومن خلال بعض التطبيقات التحكم بأجهزة الأطفال من خلال جهازك الآيفون أو سواء الأندرويد تطبيق أورباكت يساعد في التحكم بأجهزة أطفالك أو أخوانك الصغار تحمله من المتجر وتقدر تتحكم وش يدخلون عليه وش ما يدخلون عليه يعني بشكل